ندخل في مواضيعنا وتعرف على شركائي الموجودين معايلون بس ودي أقول كلمتين فيما يتعلق بمسمى البرنامج ووجود هذا البرنامج بعد خسارة منتخبنا السعودي وخروجه من هذه البطولة يمكننا الناس اللي ما اشتغلت تلفزيون أو ما تعرف تفاصيل التلفزيون لابد أن نحن نوضح نقطة في غاية الأهمية من يوم انطلق هذا البرنامج بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الأمم الآسيوية لابد علينا بأنه احنا أي تفاصيل محلية أو أخبار محلية يجب علينا مواكبتها هذا يعني في عرف التلفزيون لابد أن الواحد يكون حاضر في كل المناسبات خصوصاً لأنه رياضتنا في أثناء إقامة مباريات كأس آسيا المنافسات المحلية ما وقفت فلذلك كنا نخصص الجزء الأكبر لآسيا والجزء الأقل لمشاركة أو لشأننا المحلي لما نخرج المنتخب السعودي من كأس الأمم الآسيوية يفترض أن تنعكس الآية وتنقلب الآية ويكون التسطيط الأكبر على الشأن المحلي ونواكب بطولة كأس الأمم الآسيوية حتى نهايتها في جزئية مهمة عملية الديكور والجرافيكس الخاص في الشاشة والهوية الخاصة في البرنامج ومسمى البرنامج لا تستطيع أن تغير هذا الأمر بين يوم وليلة هذه الأمور تحتاج منك وقت طويل حتى يعني تعيد هيكلتها مرة ثانية وتغيرها وتدخلها إلى هيكلة كاملة ومن ثم تخرجها على شكل قالب تلفزيوني ففضلت إدارة القناة بأن يستمر هذا البرنامج بنفس المسمى بنفس الديكور بنفس الشكل حتى تنتهي كأس الأمم الآسيوية ونرجع معكم للشأن المحلي بحلة جديدة وبشكل جديد وأيضا بتفاصيل جديدة فلذلك أنا حبيت أنوه عن هذه الجزئية تحديدا يعني في كثير من الناس كانت تتساءل وتقول يا أخي ما يصير اسمكم استوديو آسيا وتتكلم لي عن هلال ونصر وآله واتحاد وشباب وأندية السعودية طيب إحنا الإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نتحدث عن كل هذه الأندية وكل تفاصيل أنديتنا وشأننا المحلية على اعتبار بأن هذه قضايانا ورياضتنا يجب علينا أن نصلت الضوء عليها بشكل كبير فما بالكم إذا كان منتخبنا السعودي قد خرج من هذه البطولة هذا للإضاحة فقط دعونا نتعرف على شركاء الموجودين معي اليوم الأساتذة